وفي اليوم الثالث عشر بعد المئة من العدوان الاسرائيلي على غزة استشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الاطفال والنساء واصيب اخرون جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وافادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحة الى مستشفى شهداء الاقصى في اثر قصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح وسط القطاع واستشد تسعة مواطنين من بينهم نساء جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس واستهدف الطائرارة الاحتلال ارضا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات وسط القطاع وحسب المصادر ذاتها ارتقى ثمانية وعشرون شهيدا واصيب اخرون جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية